أنا نديروه منتخبات الوطنية مجونة ديزان فيتاس يونها البحرين قطر سعودية يعني ما ما كاش يعني حتى يعني كينسيد غربي المفروض هو رهو مناجير لا أدري يعني لحد الآن ما زي ما شفت شو عملت على الاتحاد المهم على كل حال هي نقاط صلبية عديدة للأسف الشديد لكن هذا بيننا حنا كل ما يقول لك نحن نلقاو الحل هذا هو أنا ربما نتحدث مع يلس سيرين يلس ما نتحدث لك شو ربما من هذا الناحية الاتحادية إلى غير ذلك لكن أنا على بالي وفي الكواليس على بالنا باللي انتوما كيتروحو تلعبو تلقاو الكثير من الصعوبات في بعض الأحيان كيتصبشت قالوا لي بعض الرياضيات قالوا لي والله أغار في بعض الأحيان صراحة نحبو نحبو تصبشت الله يبارك يرزقنا ربي لصالة الاستيسقاء لكن قالوا لي والله أغار نهار تلحق مباراة تنتمنوا ما تصبشت هذا النهار لأنه تصبشت ما تلعبش المباراة تزرزق القطرة من القاعة صارت لكم هذه صارتكم عدة مرات هذه هي المشاكل كما على بالك نحن في الهند نحن نصيبه بثاف مشاكل من بينهم مشاكل تعلق الصعب تعلق الصعب تعلق الصعب لما يدخل في الصعب لو كيتصبشت يدخل الماء في الصعب هذا هي ولكن هذا لا على كل حال أنا لا ندفع فيك مثلا تهاجمي شخص معين ولكن هي معاناة تركهم تعيشوها لأن الناس ما ستهدر لو كانت تدخلوا مثلا بطولة إفريقية وما تحققوا ما نتائج يقول لك هؤلاء تعرفين التعليقات السلبية الكثير من المحبين الرياضة في موقع التواصل الاجتماعي إلى غير ذلك لكن الناس لا تعرف ما يعاني الرياضي لبالهم ما يعاني الاندية لكي تلحق على الأقل كما قال لك ردوان سعيدي نسيوا لكي نشاركوا الإسساسيلا لا تصرر في ضيحات أو لا تلعبوا تلت مباريات والفريق من الفروض ينزل لقسمه بعده هذا هو الإشكال نعم الناس لا يشتوف نحن 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 كثير من المساعدات كما تكون في الفيديو كل جديد بلقى بالتعليق بلقى لقد نحن لقد نحن لقد نحن وقد نحن 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 مبارك بالخدمات نحن نحن بعدها نحن 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 نقوم نحن لديك ونحن نحن صدق يعني صدق دوان. سيسي كمال هذا المشكلة صحيح نهضر عدوان. تعالي الصاد والقدرة صحيح عشرين سنة. صحيح نهضر كل عام نهضرها. صحيح نزيد نجي ونزيد نجي كلب واحد اخر ضد نبيتي. تعالي باسكات لفولي ولا بوكس. وزيد احكالي قليصة الكادر. صحيح. هذا عدو عشرين سنة. وما عليناش حال مغلقو. حال مغلقو قعد سبور. وسلام عليكم ورحمة الله. وهذا ما كان. عشرين سنة دواني هضروا هذه الحكاية. صحيح. ماذا كان في الرجي. قالوا له. قالوا له. قالوا له. قالوا له. وراء الحال. شكونا نحن الزاطين تروندير والقدرون. في كورت القادم يعني صريفت مبالغ طائلة وعندنا مشكلة ارضيات. كورت اللي يدبنا لازم تدرك. صحيح. 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 لعبوا فيها حتى كورت القادم ايضا لا فوتسال وإلى غيرها. نعم. ما منوع. فوتسال هي دي صال خاصين. فوتسال هي دي صحيح. 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 كما قاعد حرشة يعني صراحة ان انا شفتها عدة مرات. خصوصا مؤخرا اخر مرة دخلت كانت نهاية كورت السلة. رجال. لعبا هناك وعرفت تتويج نادي بوفاريك. صراحة اندهشت من الارضية يعني. كريتا. كريتا. لا تصلح للاعب. لا كورت السلة. ولا كورت اليد. ولا حتى فوتسال. والاصابات يكونوا هذا امر اكيد. عندنا صالة على كل حال مؤخرا. نعترفوا الاتحادية دارة مجهود. لعبة لعبة نهائي كأس الجزائر في قاعة وهران. نعم. قاعة عالمية. مغايير عالمية. اوكي. لكن قليل. قاعة وكي تحكي كورت القادم قبلها بناء ملعب مونديلا وإلى غير ذلك. كورت القادم تقول سنك جوي. سنك جوي. والتاريخ هو في الرياضة الأخرى. قاعة حرشة. نعم. فيها جنيا قاش. الارضية لازم تكون قومة. لازم مستحيل تلعب الارضية كما علي. ولكن فيها جيمناص. لان اشوفه. وش كين المون كانوا يتميشه كاذا. الان ملزانة بنيو صالة بتاع البوادنا. كالتوشي بشي باشي نقسمة على الغزو جي حطوها لك. لا. طبعا. الجيمناص. نزم من ديفو في الافراسة الارضية. هذه هي. الان فيزان شارجة. الان نعم. وش نقول لك. أباتوا ليتصويرا واحد. لنقس جوار في مباتنا. ب pasti اليوم يقولون أننا كنت في أشياء في أدوان في حياتنا دعنا كتاة عام إلى باتنا الوصول ليس هنا سبحان الله مع باتنا دعية كبيرة كما يقومونونون نطول الخصار يجب إعادة هيكات هذه القاعد بهذا الأمر ؟ صح بصورة واقعيان نعم، نعم، صحيح ما مشؤولة ويجي، ما عندوش الفيزيون نعم، ما عندوش هو مشكلة تصير، هو بدرجة أكبر مشكلة تصير ومشكلة صيانة لأول ما نتحدث عن القاعات، ما شاء الله تقريباً في كل بلدية كانوا يصالوا من يسبور خصوصاً هنا في العاصمة وفي الولايات الأخرى كانوا أكثر من القاعة، لكن المشكلة تصيانة هو الإشكال وانت لما تكون عندك قاعة، مش خلاص، قاعة تبنيها في 2007 وما تخش صيانة حتى 2020 يسعجب، سحر تبني أنها ينجان ينجي 20 مليون أورو ما ينجي، يعني لأنها مليون من المشكلة، هي تصيانة قطارات، نعم، تلاعم، وهذه المانجية تصيرين، هشك ليسون أذن مكسرين، ويتروبون لحمى فيهم، هشك، السماء باط وصيانة، نعم، صح، صح… تبني هذا قوة، وليس من شخص، نتخصernى النظافة، نفس شيء بالنسبة للملعب، لازم تكون صيانة احنا تحدثنا السنة الماضية يعني في الموسم الماضي من حصة قاعدة رياضية قاعدة اثنية صراحة كاريتة صرفت عليها ملايير على مدد من الزمن وبعد ذلك خلوها على بندن ولت عرضة للسرقة ولت مرتع للفساد والمخدرات وغير ذلك لا مفروض لازم تكون صيانة هادوما سيدي بيان بيبليك لصالح الشعب الجزائري ولازم تكون صيانة هذا هو هادوما ليشكا ما يكونوا بوه ما يكونوا تتعرب من المسؤولية هلا ما نجموش احنا هل ندي ساعة ثلاثة ولا هل ندي ديزيد سحيا اكزاكتهم سحيا ماشي خدمتنا اكيد اكيد سحكي ما هاد المشكلة عنده تقريب عشر سنة و ثلاثين سنة انتوما ليراكم يعني تتلقاوا المشاكلها هادوما بشكل دوري لانكم انتوما الفاعلين انتع الرياضة خاصة ان شوفني جانا اكيد 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 كل سمانة يقولوا اختيش ندخلوا صح ولا ندوش ريبونس باللأسف باللأسف ولا ندوش يسقل الريس بوهر الريس بوهر الريس بوهر لا ندوش ريبونس صح صح اما هي فريسون كبيرة صح المشكلة لازم يكون من فوقها مش يتسجم ان شاء الله ان شاء الله اردوان من كرة اليد نتحول الى الكاراتي سيتحق بنا بعد قليل ان شاء الله ابو بكر مخفي من الكويت اذا هل هو موجود معنا ليس بعد عدل نعم ليس بعد اذا بعد قليل سيلتحق بنا ابو بكر مخفي الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية للكاراتي دو معنا ايضا رئيس اخر سابق لاتحادية الجزائرية للكاراتي دو سليمان مزدوي كنت مررت معنا قبل شهر تقريبا دار لقمان لا زالت على حالها لا شيء تغير الرياضيين تحدثوا ابطال عالم نحن لسنا بصدد الحدي يعني الله قالوا كان فرات الامور فعليا فرات حلة القضية والله قلنا هضروا بفرح وصرور اردوان سعيدي كان نتواجد معنا قبل مدة قالك انا يا رم همشينا حاليا وموجود في الجزائر صح او لا لا رسالة عك لحقت هذا هو الهدف تعنا سيد علي بودينا كان تحدث قبل شهر من الان قالك بالي انا يا معلباليش لازم نشوف موجود في رومانيا حاليا لتحضيرات الالعاب الولمبية رياضيين اخرين تحدثوا ايضا لقوصدا امينة بالقاضي كانت تحدثت في هذا الستوديو في الالعاب العربية قالت باني الجامعة رحتناية لليابان ودرت استاجلتم وحنا رياضيين تعال جيدوا من المفروض لازم تديروا على الاقل مرة في حياتك موجودة في اليابان حانيا هي وادريس مسعود وكذلك ياسر بو عمال لما تكون هناك اشكاليات نعالجوها وعلى السلطات المسؤولة بانو يتحدثوا فقط عن السلبية اخدموا خدمتكم ما تحدثوش عالسلبية لما تعمل السلطات المسؤولة عاملها سواء كان ذلك في الرياض في الوزارة ولا في اللجنة الولمبية ولا في الاتحاديات والله ما نهضروا نهضروا نلقاوا الأمور لإيجابيات تحدثوا على الإيجابيات لكن لما يطرقوا أبوابنا الرياضيون والأبطال ويتحدثوا عن المشاكل تحهم ما نقدرواش ما نقدرواش نهربوا من المشكل ونقول الله أغرر الدنيا هنية والبطي عم وهي الحالة راهي مخروبة لا لا من المفروض الإنسان يكون عاقل في التصريحة فتاعه ما يتريش فقط صراحة لا شيء أتغير لحد الآن الوضعية لازلت على حالها سليم بداية نشرف بتواجدي مع قونر دوان كما قلت عملاق على الكوركليد نح لكنا نشوفه في التلفاز هذا اليوم قال كلام ليدخل القلب صحيح متشرفين بالحضور معك أيضا نهنيو فريق الأبيار على البطولة العربية لهذا نقول تكامل بين الجيل القديم والجيل الجديد تعطينا كما يقولون نفوسوف ماشي غير المشاكل ميكاين الحمد لله نتائج لراهي الرياضيين نميقوموا بها مبروك عليكم على التتويج نعاوذنوا للكاراتي كما قلت الكاراتي في هذه المرحلة الناس تكلمت والناس تحددت وسائل الإعلام تكلمت لكن داروا رقمان على حالها ما كاش أم فيدباك ما كاش أتر للاتحادية أصلا لأن اليوم الرياضيين تكلموا رؤساء سابقين تكلموا ضقينا نقوس الخطر في الاتحادية لكن ملقناش 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 إجابة التساؤلات سوات على الرياضيين الاتحادية رأي تصير في مصار مجهول نتمنى إن شاء الله السلطات المحلية أو السلطات وزارة شباب ورياضة باش تدخل و إن شاء الله ترجع الأمور إلى نصابها اليوم إحنا قتلك رأي موجود إحنا معاك الأخ كامال ماشي باش نزيدوا الطين بلا ونزيدوا نتاب فلا مش نكون صراحة يعني في الكواليس وش راهم يدوروا الجماعة هادو تعل الاتحادية ميقولوا بلي سليم المسدوي رئيس سابق راهوا دير انكمباني علينا وراوي سيئ البوسائل الإعلام والرياضيين ويعمر لهم رأسهم الاتحادية الحالية ويعاودي ولي هو الحكم الاتحادية وانت كنت تحدثت في الستوديو هنا في أول عدد وقلت أنا مرانيش حابني ولي رئيس الاتحادية يعني نتحدث باش الرياضيين يدوا حقهم فقط لا أكثر ولا أقل بارك الله وفيك الأخ كامال اليوم نعاودي نقولها هذا المنبر ما عندي لا نية ولا رغبة في العودة إلى الاتحادية اليوم التاريخ تاعي وكما يقولون كارياضي وكمسير على مستوى الاتحادية أو على مستوى لا ديسيفلين التعنى كاراتي الحمد لله كما يقولون ما كارياضي ديرير مو أنا أنا حاب برك نقول كلمة حق نعم اليوم هذه الاتحادية أو المسؤولين كان مشاكل كبيرة وكان صراعة كبيرة على مستوى الاتحادية اللي بداتها اليوم مشيحنا مشي سليمان مستوى هذا الشخص اللي يراه كما يقولون يخلط لهذا الاتحادية ولكن التسيير تاع الاتحادية والأشخاص هم اللي يراهم يخلطوا الروحهم اليوم لما ما تشركش للفاعلين كما قال الأخر دوان اليوم كين في الهندبال ولا كين ناس اللي قدمت للهندبال وخدمت للهندبال ما تنجمش نتجي تقسيهم اليوم هدا هو السياسة اللي أنا اليوم الكفاءات دايما نقولها ونعودها اتحادية الجزائرية الكاراتي اقصات الكفاءات اقصات الناس الخبراء تحاد الرياضة واستعملت وضفت الناس لتعولاءات تع انتخابات لرؤون يصيروا في الاتحادية أيضا اليوم على شرانة هنا اقصوا الرياضيين خيرة الرياضيين اللي قدموا الجزائر ورفعوا للراية الوطنية تم اقصاؤهم على غيرها نقول لك سامي إبراهيمي انسان اللي كان طالع نمامو يجيب لك شمبيونة ديمون تم الاقصاء وعليش بسكو يهدر بزاف ولا يريكلامي هذه هي هذه هي هذه هي ممشيش في السيستام هنا اللي رانا نحوسه احنا تع رئيس الاتحادية يجي للبلاطو يتكلم معنا او نحلو نقاش باش نلقوا حلول أيضا رئيس سابق نعاود نولا نفتح قوس دائرين ينكميسون ديسيبلين لجنة تأديب اللي هي ديجا غير فاقدة للشرعية نعم كان مراسلات من وزارة الشباب ورياضة اللي طعلت في التسير تعال لجنة تأديب نعم ويقصات الرياضيين قصات رؤساء السابقين مخفية ومقصية انا كرائي السابق واش قدمت قاع الله ديسيبلين عيب عيب نتكلم قصوني بعامين نعم قصوني بعامين سحيح حسان أيضا سحيح حسان عضو بكتب الكتب وقصية بعامين أيضا اللي نبركولو الحمد لله دال براءة تعوه نعم نفسي بنسبة مخفية أيضا تكلمت في زيرتيوب الاتحادية هذه تابعني قضائيا أني شارع معاه في المحكمة وعندنا اتقاف العادلة الجزائرية أكيد لكن بدون المرور على أعضاء المكتب الفيدرالي شو العيب كما قال لك اليوم نجو نتكلمو على إقصاءات باركونت الحمد لله مكاين ديزاتلات اللي ينجموا يمدوا نورمال موقع الطاقات هذه اللي تعرف الرياضة أو اسمه تكون دافع للرياضيين هذوم لكن كشي نقول لك ضوماش لكن في نفس الوقت على كل حال سمعنا أنا واحد من الناس سمعت التصريح تعمل الأمين العام للجنة الأولمبية يتحدث يقول لك الكاراتي هو شيء بسيط يعني سوء تفاهم فقط هل فعلا سوء تفاهم كل ما حدث والهارج والمرج والوزارات خلطت فيها الأمور ولو يحكموا الرياضين يقولوا لهم ما تتحدثوش في وسائل الإعلام المشاكل بلاكو وبعد ذلك بعد ذلك يخرج الأمين العام الاتحادية يقول لك بالله لا مشكل بسيط فقط هل فعلا مشكل بسيط مشكل أعمق إلا نقوله مشكل تواصل إلا يجي كومينيك معنا سهلات لكن اليوم المشكل أعمق من التواصل اليوم كين تحقيقات أمنية على الاتحادية نقولها ونعودها كين تحقيقات أمنية مثل الملف على الكاراتير أو في العدالة كين تحقيقات على مستوى وزارة الشباب ورياضة في التسيير المالي والإداري للاتحادية وكين تقرير للمفتيشية العامة لخدم كين مشاكل كين رياضيين كما قالت شيخي ديهي نروحوا للجانب التقني ما نهدرواش الجانب المالي والتسييري كين مختصين لرهم نستطيع نروحوا برك للجانب التقني أنا اليوم كرياضي سابق كبطل إفريقيا كبطل عرب ثم نروحوا للجانب التقني ما يشي يمشي في المصار الصحي اليوم ديهي يا شيخي قد هدرت تقنيا الاتحادية ما لقاتش جواب ما كانتش جواب للمشاكل التقنيات عن الرياضيين كيفاش نجمو نقولوا المشكلة هو مشكلة تواصل المشكلة أنا نقول كرئيس سابق وكخافير المشكلة أعمق نعاود نقول هاد الاتحادية والله بكل صراحة الرئيس الاتحادية وزعميل وصديق وجاس دار للتكنيك كل كما يقول الإجراءات لو يقوم بهم بإعاز لو كانوا عندهم مستشار ملاح ولا دايما نقول أليس منكم رجل راشيد ناس كبار يقعدون ماشي هكذا ما تضلمش ما تحقرش ما تحقرش لا تحقرش لا تحقرش لذات كل أمور تدخل للنصاب لكن بهالطريقة المنميزية وقع المشاكل هادو ونقول ما كاش مشاكل ومشكل التواصل أنا يقول المشكلة الأعمى صح